في يوم سبت من أيام العام 74 في أمريكا طفلان اسمهما مايكل وميشيل بركضوا في البيت بسرعة والوجهة هي أبوهم جاك شاهين ليحكوا له خبر كثير مهم بابا بابا في عرب أشرار على التلفزيون الرجل العربي الشرير في التلفزيون أو السينما عادة لم يكون شرير لسببين الإرهاب أو كراهية المرأة أو الإرهاب مع كراهية المرأة ها هي الصورة النمطية أو ستريو تايب تبع الرجل العربي في البرامج والإفلام الغربية فاحش الغنى وزير نيسا وبالأخص مهووس بالمرأة الغربية واستعبالها غير متحضر وغير مثقف ويستمتع بالأعمال العنيفة والمتوحشة لأنه متعطش لإراقة الدماء تصوير الغرب للرجل العربي بهذا الصورة المتوحشة زادت حدة بعد حرب الـ 67 بين العرب وإسرائيل ومن ثم أزمة النفط في عام 73 وين قامت الدول العربية بحضر النفط عن الدول الداعمة لإسرائيل وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ثم هاجمات 11 سبتمبر 2001 جعلت هاي الصورة النمطية ملتصقة حتى بعرب أمريكا مش بس العرب في الشرق وقال شعور العرب الأمريكيين بالأمان في البلد اللي بيعيشوا فيه فوق ما أنهم أصلا معرضين لجرائم الكراهية صار في برامج وأفلام تبث على الدوام صورة عنهم تؤدي لما حالة لزيادة المشاعر العدائية اتجاههم في المجتمعات الغربية وتمكن مجموعة من الباحثين من قياس تأثير ذلك على المجتمع بمساعدة نظرية التطور نظرية التطور لا تحتاج لتقديم فهي من أشهر النظريات وأكثرها كرها من طرف العرب لكن حتى هاي النظرية كان إلها نفع في وقت من الأوقات فبفضل هالرسل يمثل نظرية التطور البشري والعياذ بالله تمكن هؤلاء الباحثون من القيام بتجربة على عين من الأمريكيين من خلالها قاسوا مدى تجريدهم من إنسانية غيرهم من الأعراق والجنسيات والديانات بمقياس من صفر إلى مئة نقطة فتصدر العرب ذيل القائمة بما يقارب 80.9 من أصل المئة نقطة مع حصول المسلمين على أقل نقطة وهي 77.6 من أصل المئة نقطة هذا يعني ببساطة أنه بالنسبة للعديد من الأمريكيين في المجتمع العرب والمسلمين أقل تطوراً وإنسانية منهم ولاحظ الباحثون أنه خلال أحداث العنيفة اللي بيكون فيها المعتدي عربي أو مسلم كتفجيري ماراثون بوستن في عام 2013 فتجريد العرب والمسلمين من إنسانيتهم بيزداد فتنخفض نقطتهم على سلم القياس أكثر بعدين بترجع لقيمتها الأصلية بعد شهور رغم هذا إلا أن صورة اللي تبناها الغرب للرجل العربي مش ممكن نفسرها فقط كرد فعل لهاي الأحداث نعم هاي الأحداث العنيفة ربما عملت كمبرر رضخ هاي التصورات بكميات أكبر لكنها ما كانت سبب في بدايتها الدكتور جاك شاهين كان عالم اجتماع أمريكي من أصول لبنانية أصدر كتابه المسمى العرب الأشرار كيف تشيطن هوليوود أمة حيث قام الدكتور شاهين بتحليل ألف فيلم أو أكثر فيها شخصيات عربية أو مسلمة أصدرت في الفتاة بين 1896 و2000 ميلادي ما وجد الدكتور شاهين فيها سوى 12 فيلم فقط قامت بتصوير العرب أو المسلمين بصورة إيجابية فقد غلبت الصورة النمطية المليارديرية المساومة المتوحشة على أغلب الأفلام وكما يقول الدكتور شاهين العربي هو الغريب المطلق هو الآخر الذي لا يصلي لنفس الإله والذي يمكن جعله أقل إنسانية مصدر هذه الصورة النمطية وبدايتها كانت من المستشرقين والمستشرقون حسب مالك بن نبي هم الكتاب الغربيون الذين يكتبون عن الفكر الإسلامي وعن الحضارة الإسلامية هؤلاء المستشرقون الذين قد يعدون مؤرخين أيضا هم اللي نقلوا صورة العرب الشرقيين إلى قومهم في الغرب والكثير منهم نقل صورة مشوهة للرجل العربي زي ما بتشوف عيون رجل أبيض مستعمر فيعرف البروفيسور إدوارد سعيد الاستشراق على أنه نمط من الإسقاط الغربي على الشرق وإرادة السيطرة عليه وكذلك قال أن الاستشراق رؤية سياسية للواقع رؤية الفرق بين المألوف أوروبا وأمريكا نحن وبين الغريب الشرق هم وهذا التحديد للآخر الشرق والتمييز له ليس مسألة نفسية لإبداء الفروق الوصفية وحسب في بلدان مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بل هو مسألة سياسية تدخل في نطاق التعليم والتربية والتبليغ الإعلامي وضمن نطاق توجيه السياسة الخارجية لهذه البلدان فالآخر الشرق همجي لاعقلاني يعجز عن التفكير المنظم والتحليل شاذ بليد ومتعصب والحركات التحرورية الإسلامية شبكة من التنظيمات الخطرة يغذيها حقد على الحضارة والآخر مختلف إلى حد العداء وهذا ما يسويغ للفعالية الاستشراقية سعيها لتطويعه وتقديمها في ضوء ذلك التوصيات والمشورة حوله لموظف السفارات والمبعوثين إليه على سبيل المثال والهدف هو عدم إخراجه عن السيطرة ما دامت منطقته الجغرافية اليوم مصدراً حيوياً للطاقة التي تدخل حياة في الشرايين الاقتصادية للدول الغربية الصناعية وسوقاً رائجة لسلعها وما دامت المصلحة تقتضي بقاء دولة إسرائيل الذريعة الدائمة للتدخل في شؤونه يعتبر المستعمر نفسه في قمة سلام الحضارة أكثر الأجناس إنسانية لما بلغه من تطور بينما لم يوصله تطوره لمرحلة يحترم فيها اختلاف الحضارات والعادات بل يحارب كل ما يختلف عنه كانت هذه هي حالة الأوروبي مع السكان الأصليين في كل مكان حل فيه فكلما اختلف إنسان أصلي معه في الثقافة كلما جرده الأوروبي من إنسانيته أكثر مما منحه عذراً مقنعاً لتنويره من خلال استعماره بسرقة أرضه وثروته الطبيعية وقتله لأنه همجي متوحش ككل قومه الذين يرفضون التنوير والسلام لأنهم دون البشر بينما في الواقع هم يقاومون السيطرة الغربية والاحتلال الكثير من الأفلام الغربية وما جاورها من برامج تولد في هوليوود وخارجها ما هي إلا آلة لإنتاج البروباغاندا وسلاح لمواجهة كل من يعتبرونه خصماً وقد نجحت هذه الآلة في التأثير على آراء وسلوك الكثيرين ومنه قاموا بتجريد الرجل العربي من إنسانيته ونحن بنشوف نتائج ذلك في كل مكان تجريد الرجل العربي من إنسانيته يجعله مجرماً دون ذنب ومسجوناً دون محاكمة تسرع المؤسسات والمشاهير لذكر ضحايا الحروب من أطفال ونساء وكيف أن ما يحدث هو أمر لا يجب أن يحدث للأطفال والنساء الأبرياء تاركين الشريحة التي تتعرض لأكبر إبادة في أغلب الحروب وهم الرجال في الظلام تم مسحهم من المشهد تماماً هذا يجعل أي شخص يشاهد يتساءل لا شعورياً ليش ما ذكروا الرجال المتضررين من الحرب؟ إنهما مش أبرياء؟ أمن أنه لازم يتحمل الأذى وأنه موتهم عادي؟ وبتتكرر نفس الأفكار عند طمس الرجل العربي عند الحديث عن لجوء أطفاله وزوجته في زمن الحروب حيث يتحدث الغربي عن لجوئهم في بلده متحاشياً ذكر والدهم وكأن الرجل العربي الباحث عن الأمان عنصر خطير فيحذف من معادلة اللجوء لأن حياته بلا قيمة إن تغيب الرجل العربي خطر بخطورة تصويره كوحش وزير نساء فالفراغ الذي يتركه غيابه في شاشات التلفاز يطرح تساؤلات عن هذا الرجل المغيب فتقوم الأفلام الغربية بالإجابة عن التساؤلات كما يشاء صانعها وممولها ومنتجها إن الهدف النهائي من تصوير العرب والرجل العربي بالأخص كوحش عنيف ليس تجريده من إنسانيته فقط بل ما وراء ذلك إن تجريد أي جماعة لجماعة أخرى من إنسانيتها يؤدي إلى تبريرهم لإيذاء تلك الجماعة لأن تجريد من الإنسانية يرتبط بالإحساس بالتهديد والخطر حيث سيتقبل الغربيون رغبة حكوماتهم السياسية في الغزب والقضاء على العرب والمسلمين في بلدانهم الشرقية ومنعهم من المقاومة ومن الهجرة إلى البلدان الغربية والمبرر هو القضاء على العنف والتهديدات الخارجية إن السياسة الغربية تنص على تجريد الرجال العرب من إنسانيتهم لتسهيل التخلص منهم والتهرب من محاسبة من قتلهم لأنهم دون البشر وأقل منهم أهمية وحياتهم عديمة القيمة وإزهاقها من دواعي الفخر والاحتفال اللي أراد الدكتور جاك شاهين ليس صورة بيضاء عن الرجل العربي في الأفلام والبرامج الغربية نحن بنعرف أن الرجل العربي ليس ملاك بقدر ما أن الرجل الغربي ليس ملاكا أيضا لكن نريد الرجل العربي متواجدا في وسائل الإعلام ونريده أن يصور كما الرجل الغربي ليس صالحا دائما وليس طالحا دائما لا أحسن ولا أسوأ من غيره أن يصور كإنسان دون نمطية فإن كان متسلطا أو جاهلا أو عنيفا فهو كذلك مش لأنه عربي أو مسلم بل مثل الغربي المتسلط أو الجاهل أو العنيف هو كذلك لأنه كذلك وفقط دون أي خلفيات سياسية نحن نعلم أنه ليس كل الرجال العرب أخيارا تماما مثل الرجال الغربيين لكن الرجل الغربي حصل على حصة كبيرة من الأدوار الإيجابية في أفلامه فهو البطل المنقذ المحرر بينما الرجل العربي ترك له دور الشرير الآسر السجان عمدا وكما قال الدكتور شاهين هل لديك أي فكرة عن شعور طفل في الشرق الأوسط يشاهد هذا؟ إذن ما هو الحل؟ يقول الفيلسوف أفلاطون رواة القصص سوف يحكمون المجتمع أن ننتج أفلامنا وبرامجنا ونكتب قصصنا وكتبنا بلغتنا أو بلغة الغرب سوف تصل إليهم وإن لم تصل فالهدف أن يجد الطفل العربي نفسه في قصص تتحدث عنه بإيجابية ولا ننتظر أن يقدم الغرب له ذلك فحتى الدسم يدس فيه السم ولربما رأيتم أن الأفلام الغربية فيها شخصيات عربية ومسلمة غير نمطية ولكنها انحرفت تماما عن مبادئها وأصولها كأنما يقال لنا إما أن تكونوا كما صورناكم من قبل أو كما نصوركم الآن وإحنا مش مضطرين نقبل نحن من نحدد من نكون ولن يضعنا أحد تحت الأمر الواقع الدكتور جاك شاهين أمضى مسيرة الأكاديمية بل حياة كلها لمحاولة أنسنت العرب والمسلمين في الأفلام الغربية ومنه في المجتمع حيث اعتبر الصمت عن الصورة النمطية هو سبب استمرارها وكتبه وكل ما أنجزه خير شاهد على أنه لم يصمت حتى النهاية وأنا على يقين أنه بإمكاننا متابعة رحلته